أنا المؤسسة الكهرباء مؤسسة الكهرباء بذلت من الجهد الكثير بمعنى أن أصل النقطة وزارة الكهرباء كانت استلمت خمسة آلاف صارت سبعة وشين هذا ما عدنا ولا ميجاوات مستوردة أو من استثمار دات كلام فقط معدات وزارة الكهرباء بمعنى صارت زيادة أربعمية بالمية هذا إنتاج إضافي بالفلوس التي تفضلت بها لثمانة وعشرين أربعمية بالمية قل لي أي وزارة أضافت أربعمية بالمية صح هذا بنهت له وأي وزارة بالكون الآن هس لو أفتش بقوامي سنسئل نيادر التال وزارة بالألفين ورعطاش إنتاج واحد وعشرين ألف ميجاوات بعام الفين وعشرين يسرعتها خمسة آلاف ميجاوات سبب الحكومة ما تهتم في وزارة الكهرباء لأنه هسا أستاذ نجم رح حصل لإن نقطة إنت إذا ما تنطي وزارة الكهرباء بالشهر العاشر أو الهدعش فلوس لأغراض الصيانة ما تستفاد منها بعد فهسة الآن إذا ما رح تبدي تطلع محطات للصيانة رح يجي الصالة ما تقدر تطلع ولا محطة هم رح تصل عندنا نفس المشكلة يعني هذا الأمر بحكومة العبادي يجي وراء العبادي عبد المهدي ووراء عبد المهدي يجي الكاظمي ومدرياه الراح يجي معقولة هاي الوزارات كلها تعرف أنه القضية ماكو صيانة والناس تلوجي من الحر ومات الطفلو الصيانة أنا أقول لك ياه يعني أنا في زمن عادل عبد المهدي العفوة الحيضر العبادي كان ما عدهم بسبب داعش ما أنطو تخصيص للصيانة فيترحل تصيان إلى السنة القادمة وهكذا زمن عادل عبد المهدي نفس المشكلة الآن نفس المشكلة زمن عبد المهدي